بدون اخذوا رد وبدون مقدمات سوف ندع لكم القضية اليوم واللي فيها احداث واعرة بزاف فيها البوليس لا يديروا الخدمة والناس بحالي وبحالكم عاديين هم اللي كيحلوا الشفارات ديل هاد العملية وكيكشفوا على الجاني كيفاش وقعوا التفاصيل غتعرفوهم في القضية ولكن بغيت نعلن لكم على واحد تشالنج اللي غدا نديروه واللي كنتمنى انكم تشاركوا فيه ومتخيبوا ليش الامل ديالي واللي فيها بغيت نحاولوا نوصلوا هاد الفيديوز اللي كنحط لكم العشرة الاف لايك اذا ممكن تقدروا تفاعلوا بلي كومنتيغ تفاعل ديالكم مع الفيديو كيعاون انه يرانكي في اليوتيوب ويتشاف من طرف ناس وحدين اخرين يلا نبدو القضية اليوم غادي ناخدكم المدينة بير بيرتون في ولاية اوهايو عام 1998 ويتضبط نهار سبعة في شهر ستة واحدة من الليالي اللي كانت سخونة بزاف جودي جونسون مرأة كبيرة كانت عندها بنية ديالها الحفيظة ديالها اللي في العمر ديالها ست سنين الاسم ديالها بروك تعيش ايوها في الدار بحكم ان الصهد ديالها المرأة كتبسم الباب او الباب او مدخل للدار او غيره جاي من وسط الدار كتهبط من اللاشومبر من الفوق وكتدجيه وكتلمح شي واحد مأطاكي الجدد ديالها ومتهجم عليها بشي طريقة اللي خيبة بزاف البنت كتخاف وكترجع تجري البيت ديال الجدد ديالها الفوق وكتخطى بالممينطة كتغطى راسها هذه الحاجة اللي غتقدر تديرو حدا في ذاك العمر لان ما عرفتش كون وما عرفتش كيفش تعامل ولكن واش كتتوقعوا ان الموضوع غيسالي هنا الجواب هو الله المعتدي كيسالي من الجدد وكيجوز للبنت الصغيرة كيرحقها في البيت وين كينا وكيعتدي عليها واكثر من ذلك كيضرب هاد ضرب مبرح تقريبا كان بغي يصفيها لها او لا كيحسب لي باللي صاف يقضع ليها وكيمشي البنت كتفقد الوعي ربما هو كان كيعتقد انها ماتت ولكن الارواح بيد الله كتدوس ساعات من بعد والبنت بروك كترجع الوعي ديالها وكتنود تهبط تقلب على جداتها كتلقى الجدة للأسف ميتة البنت كتخرج الدار جات قليلا بعيدة يعني ماشي مراسسين والديور فكتخرج البنية وهي كلها دمايات ومضروبة وعينها منفوخين وزرقين ووجهها مضروبة وحالة وطبعا معتدى عليها وكتفقد جريت 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 كتلقى واحد الدار اللي هي المفروض دار ديال الجيران والناس اللي قرب لهم في السكن فكتدق دق 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 في الباب وكتحليها واحد المرأ الباب كتقول ليها بللي جداتي راشي واحد دخل علينا ورى ضربها وكذا كذا وانا محتاجة للمساعدة هذه المرأة تقول ليها واخ بنتي هانتي تسني هنا را عندي وليداتي خاصهم يمشيون مدراسة خاصني أولا نوكلهم ونلبسهم ونوجدهم وكذا وانا معك البنت تطلب منها المرأة انها تقلس في الفم من الاعتباد الباب والبنت تقلس تقريبا واحدة 45 حتى 50 دقيقة كتسنق دم الباب ومن بعد تخرج عند هذه المرأة وكتسمع ليها وكتديها ربما عند البوليس ومن بعد توصلها لدارهم ولا الى اخرى كتعاونها من بعد ما يدخلوا البوليس في الخط وكيبدوا التحقيقات كيديوا البنت لأنها هي الشاهدة الوحيدة على هذه الجريمة أدلة اللي كينا في مصر راح الجريمة ما كيناش كاميرات اللي غا تعاونهم يعرفوش نقع ما كيناش تفاصيل اللي اللي يقولوهم اللي هم الجيران ولا المعارف ولا غيره ما كيناش البنت هي الأمل وهي الحل مني كتقلس مع البوليس وكيسولوها سؤال منطقية ما نوقع تعود اليوم ما قلت لكم سمعت الصداع هبطت شفت ممي كتعرض الاعتداء من طرف واحد الشخص الضلام قال لي اه وشفتي ذك الشخص مزيان اه شفته ماشي بالتفصيل ولكن بللي ذك الشخص ووجهه كيشبه العمي فلان فلان هو كلارنس الزوج دي الخالة ديالتها البنت في هذه الحالة ديال انها مريضة مضروبة غيبة ساعات طويلة يضعوا البوليس بعدها في السبطات يجعلوا تأخذ العلاج الذي يحتاجه يعطيها فرصة انها تتذكر الأحداث يعطيها فرصة انها تفهم ما هو وقع وتعاود تلقى كيف تشرح لهم ولكن من بعد عاود ما يقلسوا معها تقول لهم نفس الهضرة تقول لهم الشخص الوحيد الذي نفكر فيه انه يشبه هذا الشخص هو رجل خالتي ميليندا كلارمس شعره تفاصيل جسمه تقريبا نفس طول تقريبا نفس الوزن يعني هذا هو الشخص الوحيد اللي هي جهف بالها في ذلك الوقت وطبعا كلارمس من بعد ما يجيبوه البوليس ويعرضوا عليها الشهادة لها البنت ويقول لهم الله ها ودي ما عندي اتشي علاقة هذا الشيء ومستحيل ندرد شيء في الحماية وما يمكن البنت اتخذوا بالشهادة وهي فضل عمر عندها 6 سنين ونفس الكلام كتقولوا الزوجة ميريندا اللي هي بنت ختها بقى صغيرة يعني شهادة اللي اخذتوها رمشي منطقية والزوج ديالي ممكنش يدير هاد الشيء خصوصا ان كلارنس اصلا كانت عنده سمعة مزيانة وكان ما عنده اتشي سابقة في الاجرام ولا مع العدالة ولا عنده مشاكيل مع الناس ولا اتشي حاجة ما عندوش سابقة في الاجرام ما كيعنيش انه غيبغيش يصفى المسيبته حيث من بعد كيكتشفوا البوليس باللي العلاقة كلارنس مع جودي اللي هي الحماة دياله ما كانش تلهي جودي كانت من هذا النوع النسيب المتحكي ما اللي كتبغي دخولي في التفاصيل والعرق ديال الدم ديال الحياة دياله مع بنتها وكلارنس ما كانش يحمل هاد الشيء كاي شخص كنظن انا سواء مره ولا راجل من يدير علاقة مع واحد الانسان وكيقرروا يوحياتهم ما كيتقبلش وما كيبغيش تفهم الملطقة ديال الاباء ديال الطرف تحكموا فيه واعتقد ان اغلبي الناس ستتفقوا في هذا الرأي هذا كلارنس ما كانش يحمل نسيبته وهذه هي النقطة اللي ستجيبه في تمام حيث الشهادة ديال بعض الناس اللي عندهم علاقة مع الاسرة كلهم قالوا بالنسيبة كلارنس ما كانش يتفاهمه في المقابل العروسة او ميليندا اللي هي زوجة ديالتو كنت تقول راجلي مستحيل دير هذا الشيء وانا كنعرفه مزيان اه بالصح ما كيتفاهمش معاها بالصح ما كيحملش انها تتحكم فينا وتتحكم في القرارات ديال الاسرة ديالنا ولكن رمشيتا درجة انه يقتلها ويعتدي عليها ولكن كتجي واحد شهادة مهمة 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 بزاف وكتقلب طاولة هذه واحدة من الاصدقاء المقربات على جوري الام او المرأة الكبيرة كتقول للبوليس واحد منهار وهي تقريبا سيمانة قبل من الموت صاحبتي جودي كنت قلسة عندها في الدار وكتعيط الزوج اللي بنت ديالها كلارنس او لهو يعيط ليها المهم في مكالمة هاتفية كيهضروا وانا قلسة امه وكيشد الخلاف بناتهم وتم كلارنس كيحلف عليها وكيتوعد بانه غير يصفيها لها كيقول لي يا زعمائي لم يبقيتش تفكيت لي ولك شي والله يا ابوك تنذيرلك كيهددها بصريح العبارة صحبتها وكانت كتسمعها وهذه الشهادة كانت هي الشهادة اللي غتقبره وغتصيفته للحبس ونهار ربعة في شهر ساعة 1999 تقريبا سانة من مورا ما ماتت السيدة كيتم الاتهام الرسمي كلارنس على الرغم من عدم موجود اديلة ملموسة كتربطه بمسرح الجريمة بانه هو المسؤول على الاعتداء الجسدي والمقتل النسيبة دياله وكيتحكم عليه بخمسة وخمسين سنة قبل ما يتحكم عليه هذه المحاكمة ما رأى البوليس داروا المجهود ديالهم في انهم يقلبوا على الأدلة اللي كتربطه بالموت للنسيبة دياله يعني انهم قلبوا الدار دياله قلبوا الشكارة قلبوا البزطام قلبوا التليفون قلبوا التموبيل على اي شعراء ولا سكوتش ولا ضربة ولا اداة ولا خيط ولا غيره اللي ممكن يدينه وصلوا في درجة تقلاب لانهم قلبوا حتى القرقارة اللي في الدار دياله باش يشوفوا واش فيها شي بقايا ولا شي دم ولا شي حاجة اللي ممكن تربطوا بالجريمة وملقاوالو ورغم ذلك دانوه وهذا الشي علاش ميليم ذا الزوجة دياله نهارت انهيار تام من بعد مصدر الحكم لانها كانت تعتقد مؤمنة بانه بريء واكثر من انها كيباليها راجلها بريء كانت تحس بانه الليدر هادشي في ممها حر طاليق يعني كتحس بان المعادلة ماشي هي هادي كان شي مشكل والبوليس ما بغوش يفهمه البوليس بدون دليل وشد السيد فقط حت بنت صغيرة في الضلام قالت هو ماشي منطقي كتدوز تقريبا اربع سنوات على الموت ديال الام وكتجي البنت بتصريح وكتقول بانها دابة من بعد ما ولت عندها عشر سنين ودوزة اربع سنين وهي كتفكر تفاصيل ديالذيك الحادثة المشؤومة تعتقد والله اعلم ان ذاك الشخص ماشي بالضرورة ممكن يكون كلارنس كتقول بانها ممشي عندها يقين مية في المية هي فقط مني قلصت مع البوليس وبقوا يقولوا يا واش تعتقدي يكون شي واحد كتعرفي واش كتعرفوا احيانا البوليس بحيتها كيبغوا يسهلوا لك او لك يبغوا يحلوا لك عينيك على شيء زوايا في التفكير فكيعطوك اقتراحات بالنسبة لشخص بالغ لكي يكون تحاول مع البوليس لكي يفهم سياق الكلام ولكن بالنسبة لشخص صغير بحيث تعطي انت شي جواب ماشي بالضرورة مقتنع ولكن ميغة تقول لي ماذا تضمن فلان وماذا تشبه الفلان بحيث تحاول نظرك البوليسي انك توريونطيه او تورييف ان يمشي منتجاه ولكن هو بحكم صغير ممكن يختار واحد وهذا الشيء يشكين بعض البلدان للشهادة للناس اللي عندهم قل من 13 سنة مكتخداش مكتخداش مكيكونش ناضج بما فيه الكفاية انه يوصف شي حاجة او لممكن يكون شافه غاف الرسوم ويخلط لك الامور او ليكون هو معتقد انها كذا وهي ماشي هكاك وهذا الامر ره سائد المهم ان الخالة ديالها من بعد ما تراجعات البنت على الاقوال والشهادة ديالها كتقدم التماس للمحكمة ولكن التماس قوبلة بالرفض هنا ميليندا ما توقف شطر بعيد ديها كتحاول تدير مجهود شخصي فقط باش تقدر توصل شي نتيجة باش تقدر تجيب شي دليل اللي بيه تصد المحكمة في امهم اللي تقدر تواجههم وتقول لي هم هادشي اللي درتوهرها غلط ومشي عادل فكتبدأ تقلب على اللائحة يلقاع الناس اللي عيكون عندهم وحد دافع انهم يديروا لام ديالها هادشي قاع الناس داخلين في اللائحة ديال المعتادين اللي كيسكنوا في المنطقة اللي محيطة بالبلاسة في ان كتسكن امها قاع الناس اللي كانت عندهم قرابة من بعيد او لقريب بالام ديالها وكتستعين في هاد الاتناء بواحد الخبير في المجال التحقيقات وكذا باش يعاونها وتم كتبدأ تجمع معلومات اللي مهمة ومنهم ان ديك الشاهدة اللي قالت للبوليس بانني كنت منهار اللي كلارنس عيط على جودي وهددها وكذا وكذا كتعرف بانا اصلا ذاك الشهادة مكانش حقيقية انا شرح لكم كيفاش المرة مني قالت للبوليس اثناء التحقيق انني كنت مع جودي مني هددها نسيبها قالت ليهم راهت جودي مني حطت التليفون بقات كتراعد وبقات خايفة من ذاك الكلام اللي قال ليها ومرضها وعصبها وانا كنت معاها وواسيتها لدرجة انها هزت التليفون وعيطت البوليس ودرت به واحد الريكلمات وقت عملات انتشم مكالمة هاتفية من الام جودي ولقبله في الاثناء السمانة جاءت من الفون لعند البوليس 9-1-1 لماذا ذلك المرأة مني يحقوا معها البوليس قالت ذلك الكلام الله أعلم وماذا كان عندها براسة شي هدف الله أعلم وماذا كانت شخصية كانت تعشق الدراما ويجب أن تزيد في فيخرات على القضية لكي تحمسها الله أعلم ولكن هنا نعلم البوليس كيف أنتم وحدة جاس عطاتكم شهادة وما تحققتوش من الصحة ديالها عموما ميليندا البنت كانت تكمل في الطريق ديالها وكتوصل معلومة رقم جوج واللي كانت معلومة مهمة جدا 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 أن الأم ديالها أثناء التعرض لهذاك الاعتداء الجسدي بقى في الجسد ديالها وحد الأنزيمات مني كنقول في الجسد ديالها رح كنقصد في الجهاز التناسل ديالها القاوة ديك المادة اللي الإسم ديالها Acid Phosphatase وهو وحد الأنزيم اللي تيكون بالطبط متواجد في البروستات ديال الرجال يعني هو وحد الدليل المهم جدا اللي ممكن بيهن تبتو أو لنحصلوا على البخوفيل ديالها ديال المعتادي هناك تكون تقريبا دست سنين على الموت ديال جودي وتم أخيرا ميليندا كتأخذ واحد تصريح بأنها تعرض داك الأدلة اللي بقات عندهم في اللابوغاتواة التحليل ديالها ديالها وطبعا اللادين اللي كان في الجسد ديال المرأ ماشي هو اللادين ديال كلارنس اللي كيندابة في الحبس يعني هنا الكلام ديال ميليندا والإحساس ديالها كان في محله كانت عارفة باللي رجلها ماشي هو المعتدي وغالبا ماشي هو القاتل غير هو واحد السؤال أنا اللي بغي يدوخ لي الدماغ ديالي لماذا البوليس اللي عندهم دليل بحال هذا كي يجعلوه محطوط في اللابوغاتواة مدة سنين خامر تم وفي المقابل كي يعتمدوا على شهادة ديالبنز قتلهم فلاندير وكي يتحكم علي بخمسة وخمسة سنة وهذا الشي كي بي لنا الفشل ماشي غير محققين ولكن حتى القاضي اللي أصلا قبل الشهادة مقابل ما ينتشي دليل ملموس يعني دبا أي واحد بغي يمشي يقول فلاندير صافي يمشي يدخلوا فلان الحبس وشنو غيكون إلا كانوا الناس بيناتهم حسيفة ولا شي واحد محرش ولا شي واحد خيط فلوس باش يشهد في شي قضية بحلاكة الموضوع درني فراسي اقول لي رأيكم انتم فضل قضية وباش من تفقصش بوحدي انا كمل لي كومش نوقع مباشرة من بعد ما تكتشف بأن كلارنس ماشي هو مولادك لادين ميلين دا الزوجة ديالوكة تعاود دير طالب دير الالتماس للمحكمة باش يتعاود دير النظر في القضية دير تراجلها ولكن قوبلة بالرفض متجاهلين تماما ذك الدليل اللي الله تلقى وله هو دليل قاطع في المقابل نائب العام اللي كان في القضية يستخدم التبرير الآتي كيقول بالذيك النسخة اللي اتخذت من المرأة دازت عليها سنوات ومعرفناش الظروف اللي كانت فيها ومعرفناش أصلا واش هذيك النسخة باقة صالحة للتحليل وهذا أصلا جواب غبي لأن النسخة دلدين ممكن تحتافظ بها عشرات سنين ماشي غير ست سنين وهذا علاج القاضي كيسمع ليه وكيحتار من رأي دياله وكيرفض هذيك الطالب للتيماث لدارة ميليندا هنا ميليندا طبعا كتتحس بأن الرجلين تحشون لها المنطقة مكينش العدالة مكيناش تعامل مكينش تسهيلات مكيناش تبلوكات قلسات بكات فقسات تعصبات نتفت شعرها ولكن قررت أنها تنود وتعاود تحقق العدالة لأنها أولا تيقف الزوج ديالها وتانيا بغي ترجع الأم لحق ديالها شنو كتتوقع وغدير هذي المرة ميليندا كتتقرر أنها تبدأ تتعلم طرق الأساسية كيفاش كتتستخلص بعض الأدلة كيفاش كيديروا بعض المحققين الخاصين في التعامل مع بحل هذه القضايا مني كنقول لكم كيفاش كنخصد لكم بحل هذي النوع ديال القضايا كيفاش كنت تحتافظ بلادين كيفاش البوليس كيستخرجوا عينات معينة بطرق معينة بعض التكنولوجيا وإلى آخرية من الأمور هذا الشي اللي بداتك تتعلم لي ميليندا ميليندا بدتك تلتجأ الأفلام البوليسية وبعض البرامج تلتجأ في أوائل ألفين ذاك الوقت بدتك تسوّل وبدتك تبحث وبدتك تتقلب وتعلمات أنه كان ينشي طرق لكي نستخلصوا لادين مثلا بحل هذه البنتة تلقروا بحل شي واحد مثلا إلى ما عرفش عن شرب من شي كاس وخلاه القهوة ولا غيره ولا غيره وبدتك تحط واحد لاليس للناس اللي شك فيهم أو اللي بغت تحقق من اللادين ديالهم وكتراقبهم خلصة يعني تابعة واحد قلص في بار كتبعه في البار بشال القهوة كتبعه بشال غيسطورون كتبعه حتى كتقدر تاخد العينة اللي بغت وكتصيف تهلب وغطوها وكتخلص عليها بالفلوس ديالها يعني كتخدمه وكتجمع الفلوس ودرت واحد السيت للاسم دياله freeclarence.com باش تعاون تجمع الفلوس باش تحرر الزوج ديالها بدأوا بعض الناس اللي كانوا مؤمنين بالقضية ديالها كتتعاونوا معها ماديا عن طريق التبرعات وقاعدوا كل الفلوس كتمشي باش يتكلف بالتحاليل كتدوز على المشتبه به رقم واحد في نظرها رقم جوج رقم ثلاثة هذا الديلي ببينتا هذا الديلي كلينيكس هذا الديلي كاسد المناضة الى اخره كتتحققوا ولكن تشي واحد فيهم للأسف ما يخرج اللادين ديالهم مطابق لهذه النسخة اللي عندها والتي تلقيت في الجسد للأم بيالها سمرة الأمور على ما هي عليه المراخ الدم برا تتحقق و تضرب و تتعافر و تتعلم و الزوج يؤدي في ثمن من حياته و من عمره لداخل في الحبس حتى الوحد النهار ميليندا تحل بوطا لتخذياله و تجبت الجورنان الصباحي اللي يأتي كل نهار جزء من جوتين اليومي تقرأ في الأحداث يلدك النهار باللي كاين واحد الشخص اللي دخل الحبس و المحاكمة ديالو كذا كذا دازت في الظروف كذا كذا والتهم اللي كان عنده هي أنه اعتاد على ثلاثة البنات ديالو والتحاكم و هو حاليا قابع في السجن ميليندا تشوف الاسم ديالو مان او مانويل ايرل فكتقول هذا الشخص هذا كي يسكن في المنطقة مبعيش بزاف ان كانت كتسكن امي ولكن مع مني خديت اون كونسي ديغاسو انني نقلب على لدين ديالو مع اللائحة اللي درتس فكتقلس و تفكر اجي بعدا نشوف وجهه كيفاش داير اجي نشوف شكون هو اجي نعرف عليه بعض تفاصيل طبعا لانه دابا معتادي و لان الذات لي المحاكمة و لان كتبوا عليه الصحافة فولا وجهه مألوف و تدخل السيط المعتادين في ذلك المنطقة تشوف تصويره اول حاجة تلاحظها هو الشبه الكبير ما بينه و ما بين الزوج ديالها مني كنقول الشبه رمشي كنقول طبقه الاصل ما يكنقوله بشكل عام تفاصيل دورة دلوجه مع الحجم ديالو مع الامور اللي ممكن اي انسان يشوفهم في الظلمة و يقدر يتغلطوا له مع شخص اخر مثلا واحد مقرع بشي طريقة و رقي ووق ما غيبنش لينا بنفس الطريقة دي الواحد عنده الشعر مثلا و غليض امور اللي كتكون كتشابه في الظلمة كينة عند كلارنس و كينة عند مان فقالت ربما بروك عندها الحق مني شافت هاد الشخص و قتل يوم الواحد اللي نقدر نفكر فيه و رجل خالتي حيث هاد السيد راكي شبه ليه بدات كتفكر انها اولا تأكد من ان السيد متورط او لهو لادين ديالو اللي متطابق مع لادين لتخدم الام ففكرات في شي طريقة واعرة باش تاخد لادين كتلقى بانه احسن طريقة هي انه تاخد جزء او العين من الدفال ديالو و باش تدير هاد الشي بدات كتكتب ليه رسائل كتصيفتها ليه للسجن و بدات تقول لي بانني تعرفت عليك في الاخبار بشي طريقة معينة كتوصف لي الحالة دي لانه هي شابة عيش بوحدها عندها شي ميول في شكل بانها كذا بانها كذا بانها كذا بانها بحالة معجبة بدك شي لدار بلا 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 كتختلق ليه شي فكرة اللي خلاته يحس بانه هو في نظرها بحالة بطل فهمتوني الناس اللي كيكونوا مبليون بالاعتداءات كيكون عندهم البليزير في شي امور معينة هي يستخدمت ذاك شي باش تتجره لانه يتجاوب معاها في الرسائل فهاد الوقت هذا كي يجاوبها فعلا ما من وسط الحبس وكيتجاوب معاها في الرسائل وهذه هي الحاجة اللي كانت هي بغت وصليها كانت اولا بغت زي تتأكد من انه هو نفس الشخص من انه فين كين بالضابط اتمن حبس بالضابط الى اخره وتمك تتأكد باللي هو كين في الزنزانة رقم فلان فلانية في الجناح فلان فلاني وبالضرورة في نفس الحبس اللي متواجد فيه الزوج ديالها كلارنس مني كان قولوا كين في نفس الجناح كان قصدوا انه في الجناح تقريبا واحد تلاتين تلخمس وتلاتين شخص يعني الزنزانة دياله غالبا كانت قريبا بزاف من الزنزانة ديال الزوج ديالها كلارنس هناك تأخذ عينة من هذك الرسائل اللي كيوصلوها واللي فيهم نسخة ديال بتفال او للدين دياله طبعا وفي نفس الوقت كيخصها تأكد على النقطة اكثر واكثر فكتقرر انها تدخل معاها كلارنس في التحقيق تمشي عند الزوج دياله في زيارة وتشرح لي التفاصيل في نوصلات وشنو دارت وشكون هو الشخص اللي يشك فيه وتعلموا ذلك شيء اللي تعلمت من البرامج ومن الأفلام البوليسية والزغتيك اللي قرأت إلى آخره وتقول الزوج ديالها بأنه خاصتك تحطب بين عينيك لبغيت البراءة ديالك خاصتك تجيب لي نسخة من اللدين دياله مني كنقول لكم اللدين يعني خاصة نسخة من الأثر دياله وتشرح لي كيفاش ممكن يديره وتقول لي بغيتك تبقى تابعوا بواحد الكلينيكس اللي جديد ومعقام إلى آخره وميكا نقية جديدة وماذا هي اللي أعطيته دكتورد ولا غيره الله أعلم المهم أن السيد سمع من الكلام ديالها إلا بغي يشرح الراحة والبراءة دياله وكيف يحطه بين عينيك فيما يخرجوا ببوز فيما يمشوا يأكلوا في الكونتين فيما يتحرك ذلك من كلارنس من موراه حتى يأتي اليوم المعهود ومن يكون قالس في الغستورون من بعد ما يأكلوا أو غيروا ويأخذ طفاية جديدة ما فيها ببينتا ديال تشي واحد آخر يكمي ويطفي القارة دياله وتمى ويتحرك يأتي كلارنس يهز ببينتا بالكلينيكس ويأخذها في البلاستيكا ويصد عليها ويمشي الزنزانة دياله ويحل بايبل أو الكتاب المقدس دياله يحط في دياله الميكا ويحفظ عليها يعني تلقى فرصة فيما يصفتها للزوجة دياله أو يعطيها لها من الجلزور من مورها مباشرة أو عندهم جوج النسخ ديال لادين ديال نفس الشخص واحد من الدفال دياله أو للرسائل اللي صيفت وجوج من القارة وهادو كتصيفتهم ميلين ظل تحليل وكتخلص عليهم طبعا من مالها الخاص كما قلت لكم قبل وكتجين نتيجة إيجابية يعني أن دكس الشخص اللي اعتدى على ثلاث لبنات دياله هو المعتدية للجدة والبنت الصغيرة بنت اختها ولكن إلا كنتم لا وصلتوش لدرجة الغضب الكافية تسمعوا هذه المعلومة كتعاود السيدة الطعن في الحكم وكتعاود تدير طالب ديالتيماس وكتعاود تبغي تستانف القضية والقاضي كيرفض ليها على الرغم من أنها اعطاعت هذه الأديلة على الرغم من أن عندها دابة دليل يبرئ 100% كلارنس ويدين المجرم وكتعاود لهم المجرم حتى عندهم وحطت لهم صبع عالي وقالت لهم ها هو ماشي هذا ره هذا ومع ذلك لا تسوقوش ومع ذلك رفضوا ليها الطعن الذي تدرت حاولوا تتكلموا وحاولوا تتحافظوا على الأعصاب بديالكم بهذه المعلومة هذه كتعاود اسمي لين ذا تبارك الله على السبر التي أعطاها الله وطول النفس كتفكر ما ستدير كتعاود ومشي تجيب أحد المحامي وكتخدم إيا وياه وكتجاوزوا المحكمة المفروض تكون تحكم في هذه القضية ويمشيوا للمحكمة واحدة أخرى اللي فيها واحد البروسيكيوتر أو المدعي عامل الذي يخدم على مستوى الولاية الأوهايو كاملة يقدموا له قاعد تفاصيل القضية يقلص الحمد لله يسمع ويقرأ ويشوف لغاوبة ذلك كله وتم هو يقرر أنه يدير طلب لكي يشدوا لديان المن الذين عندهم ويقارنوا مع لديان الذين يخدوا من المرة النهار الأول ويتأكدوا من أن هذا الشيء يقاتلهم ميليندا صحيح والجواب طبعا نتائج كله إيجابية والمعتادي باين هو مان في هذه القضية 2005 أخيرا كلارنس يخرج من الكوشمار الذي نعيش فيه ويتحقق العدالة ويقدر يحصل الحرية لأنه كان مظلوم فضل الفر كاملة منذ البداية تخيلوا أنه سوف يدوز 55 سنة ويخرج للأسف على الرغم من ذلك كله اللي دارت ميليندا معاه على الرغم من المجهودات على الرغم من الفلوس اللي اخسرات باش تفرييه منك يخرج علاقته ما كتكونش غداهية هديك ومباشرة كيتطالقوا هو عنده ضروف وعنده أسباب الله وأعلم بيها عموما في 2008 كيمشي الاتهام الشخص الصحيح واللي هو مان أيرل وتمت تحكم عليه هو ب 55 سنة مضافة للحكم المسبق اللي كان تحكم عليه مع ابناته هذه هي القضية كاملة بتفاصيلها ما كنش حاجة فاقصاتني وغضطني هو الاستهتار للبوليس زائد القاضي اللي كان شد القضية اللي أصلاً يحاول يعارض المنطق اللي أصلاً يحاول يغمض عينه للأديلة اللي أصلاً ما كنش دليل من الأول يخليه يحكم ب 55 سنة ومع ذلك خضاء الشهادة على محمل جداً وعلى أساس أنها دليل منطقي وصف دول السيد هكاك وهذا الشي يجعلنا نستنجب اللي لو ما كانش ميليندا دارت هذا المجهود كامل لو ما كانش عندها المعرفة والوعي والتولز والفلوس باش توقف على هذا الشي كله ما كانتش البراءة كليرنس ستتبت وما كانش ربما أصلاً ستخرج من الحبز وربما كان ستكون نموذج بزاف الناس اللي كتبت في حقهم ديال ياما في السجن مضالين نهاية على الأقل مزيانة وخدوز فيها 6 سنين من عمره وخضعت فيها المرة الكبيرة في حياتها وخدوزت فيها البنت الصغيرة تجريبة خيبة اللي مع المرة غتنساها في حياته اللي ربما خلت عندها أثر نفسي ولكن على الأقل مل الاعتداء راه خي يخذ الجزاء دياله من موراها ميليندا كتخدم مع الدولة أو مع الولاية دي الأهايو في واحد منظمة اللي كتسعى أنها تحقق العدالة للناس المظلومين أو للمظالم في السجون وحتى أن ولدها يقرر أن يدخل أكاديمية البوليس لكي يكون ضابط بحالة دور زوطين مدة طويلة وما فضل مع القضية ودخلوه لو تعرفوا بزفد الحويج لدرجة أنه مصافي يقرروا أنه يتوحيتهم من هذا المجال هذا هذه هي القضية اليوم كنتمنى أنها تكون عجباتكم وعطيوني الرأي ديالكم في الخدمة اللي دارت ميليندا والبوليس طريقة كيفش يجدهدات بشتبت الضراءة ديال الزوج ديالها وما تنسوش أنكم توصلوا هذا الفيديو كما قلت لكم في الأول العشرة لاف لايك إذا ممكن طبعا فضلا وليس أمرا ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وبسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة